يجلس أبو محمد أمام بضاعته التي يصيبها التلف شيئا فشيئا فالتيار الكهربائي ينقطع باستمرار ما أدى إلى انقطاع أرزاق كثير من العائلات وأصحاب المحلات ليكون هذا الرجل نموذجا لأهل ديال الذين يعانون من انقطاع الكهرباء لأكثر من 15 ساعة في اليوم النهار بالزايد بالزايد ساعتين ساعتين ونحن تعرف هنا أصحاب محلات عندنا أجبان عندنا لحوم اللحوم تعبت اللحوم جافت عندنا مشروبات مايبردان موطة مايعة تمتلك ديال محطة غازية تنتج ما يقرب من 700 ميجاواط لأنها تعتمد على الغاز الإيراني الذي أعلن تخفيض تصديره إلى العراق أخيرا مما قلل من إنتاج المحطة فيما يرى متخصص ضرورة استخراج الغاز العراقي ليكون أساسيا بتشغيل المحطات بعد المستورد المتذبذب في كل صيف اليوم وللأسف نمتلك محطة لتوليد التيار الكهربائي تغطي جميع المحافظة إلا أن الاعتماد على الغاز المستورد وعدم تنقيب الغاز المحلي الذي بنيت المحطة على أساسه حرم أبناء المحافظة من التيار الكهربائي مع كل أزمة تواجه البلد ومنها ارتفاع درجات الحرارة ولا تقتصر معاناة الأهالي على تقليل نسبة الغاز الإيراني بالتعدى الأمر إلى خفض تصدير التيار حيث تعتمد ديالا على الكهرباء الإيرانية بنسبة 90% وإيقافها بشكل مفاجئ قلل ساعات التجهيز في عموم المحافظة نعم أعتقد أن الاتفاقية بخصوص الكهرباء والغاز مع تجارة إيران اتفاقية مشحفة وغير منطقية ومن غير المعقول أنك تتفق مع أي جهة كانت بأن تزودك بالكهرباء وبالغاز لكنها من حقها أن تقطع الكهرباء في أوقات الظروة هذا بالتأكيد ستسبب بمعاناة كبيرة للعراقيين معاناة مستمرة من قطاع الكهرباء وقلة تجهيز المحطات بالغاز ويستمر انقطاع التيار الكهربائي في محافظة غنية بالغاز الطبيعي وتعتمد على المستورد حتى يرفع الغبار عن حقولها من قبل الجهات المختصة المتقاعسة منذ سنوات من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة ترجمة نانسي قنقر